السلام عليكم تلميذي الأعزاء معكم أستاذ ناصري تعي انجليزية ومرحبا بكم في فيديو آخر معنا على القناة ناصري عنجلي اليوم جيتكم فيديو مهم جدا في الانجليزية وهو كيفية اختيار موضوع في شهادة الباكالوريا في مادة الانجليزية انادوكم نوريكم هنا كيفاش تخيروا بكل سهولة هذا الموضوع باش تقدر تضمن أكبر عدد من النقاط تبقوا معي مليح أولا قبل ما نبدأ رح نقول لكم باللي تلميذ تلميذ كي يوصل شهادة الباكالوريا نورمال مو نورمال مو يقدر يحل كلا المواضع تسمى الموضوع الأول والموضوع الثاني تكون تعرف كامل دروس تعرف كامل لوحدة تثعى النصوص تعرف كامل كيفاش تكتب الفقرات تاعك وان شاء الله هنا ندير لكم دروس في القناة وهنزيد وندير لكم دروس في القناة عن الجرامر على اليزيونيتي نشرح لكم كل وحدة تاكل شعبة ونزيد وندير لكم كيفية كتابة فقرات مهما يكون مستوى تاعك نوريكم كش تربو فقرات مهما يكون إذن تلميذ يقدر يحل كلا المواضع موضوع أول والثاني كالتاكست 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 دوكا قبل ما نبدأوا في اختيار المواضع ولنوريكم كيفاش تخيل الموضوع نحضروا على وشكين في الموضوع تبقوا ما يملح الباكالورية والامتحانة الإنجليزية مكونين من ثلث أجزاء جزء الأول وهو reading comprehension يعني هذا هو مكون من نص وأسئلة عن النص والأسئلة اللي متعلقين بالنص reading comprehension وش يجي فيه يجي فيه تيتر النص تعنا يجي فيه أسئلة true force يجي فيه كلمات مستطرة في النص asking answering questions دي هو الأسئلة عن النص ويجي فيه من دك in which paragraph ولا mention tweets etc. هنا يا هادي البرتيا دي عليها سبع نقاط لتمن نقاط صديقون شعبة صديقون باكالوريا تلميذ لازم يكون يقدر يريبوني عليهم كامل هادوما مور هادي كاين text exploration هذا الجزء هذا على وش يهضر grammar هذا يعطي لك فيه دروس كامل يران انقرأوهم في فيديوهات ودروس حنزيدون انقرأوهم يتكون من جزء الأول لي فيه prefix root suffix with a verb adjective noun الجزء الثاني لي فيه دروس يمتعلقه بتنسز كامل كيمة direct indirect wish active passive conditional although despite provided that such that so that unless كامل دروس تنسز في جزء الثاني تعال grammar وجزء الثالث تعال grammar لي فيه تطابلوا على final as final ed stress syllables ترتيب الجمل هادو ما تلقاوهم في لابارتي تعال grammar الاخرى هادو في الجرامر تلقا عليها set point من ذاك وي point قطو لكم صديق شعبة الوحدة وفي اخر الموضوع راح تلقاو written expression written expression ان شاء الله نديركم فيديو ونفكر لكم كامل الفقارات اللي اكزيستي وكيفش تكتبوها بسهولة ايضا مهما يكون مستوى اذا انا دوك تلميذ راني في شهادة البكالورية تبع معي مليح عندي موضوع الاول والموضوع الثاني كل المواضيع الهيكل تحوم جاي كيف كيف تمهنا كين نص نص تحت تاكس كين الاسئلة تعال نص تانى تمهنا كين this text is ومبعد true false مراها اسئلة تعال نص مراها in which paragraph والكلمة المسطرة في النص فككنا موضوع تعال بكالورية مقبل مراها كين grammar جهت اللي grammar اللي هي text exploration عليها 7 points هنا و7 points هنا سبع نقاط سبع نقاط يعطيني احناية تمانية تعال grammar وفي اخر المطاف كان written expression اللي هي الفقرة انا تلميه التوعين ووصيهم باش تبدأ في تشوف المواضيع كيف اشتمين ليهم موضوع الاول وموضوع الثاني لازم تشوف ال grammar نبدأوا بال grammar ال grammar تعالى واش ندير اناية انا عندي الموضوع نتخيلوا بلي انا نتلميذ ذوكا عندي موضوع فهم هاد الجهة verb adjective noun من جزء الاول ومن جهة هذه كين prefix root suffix انا تلميذ نعرف هي نرمى متعرفوهم كامل بسحين افتيرادا نفترض بلي نعرف prefix root suffix لكن verb adjective noun لا نفهمه مليح وش رح ندير؟ ندير علامة صحيح على prefix root suffix ومن هذه الجهة اذا كنت تفهم verb adjective noun تاني ندير علامة صحيح لكن لو كان ما نفهمه مليح و ما نسير منه ندير علامة خطأ نذهب إلى الجزء الثاني تانسيز تمارين مليح تانسيز هنا أعطى لي asking questions من هذه الجهة ومن الجهة الثانية في الموضوع الثانية أعطى لي active passive although it's high time ثم نسير منها انا تلميت لا نفهم مليح active passive ومن هذه الجهة أعطى لي فهمه بالتفصيل هذا الجهة تمرين عليه دوبوا وهذا دوبوا من دكتور وابوا من طاقر وابوا ننبدأ علامة صحيحة مليح هذا الجهة وفي هذه الجهة active passive ندير علامة خطأ عليها It's high time although ندير علامة فيه ننبدأ في الجهة ثم نعطى لي final s final s لأن دروسة الإنجليزية ومن هذه الجهة نعطى لي stress انا اريد ان افهم بالتأكيد من الواقع سوف نقوم بعمل صحيح لكن لا نقوم بعمل من الواقع انتوما يجب ان تجوزوا على المواضيع بعمل في الديبو مدة 15 دقيقة تستطيع ان تجد اماسوجي او لا اماسوجي هناك تلميط في 5 دقائق لا نقوم بعمل ملاح لا نقوم بعمل تلميط كما يكونوا فهمهم لنقوم بعمل فيديو ونزيدون بسطوركم الدروس لكن نقول بعمل وأنتم مليس كما يجب ان يحلون هذه الجهة هي ترتيب الجمل من هناك فقرة فارغة فم نقوم بعمل Wha..... وهذه الجهة هي Reordering Sentences وسأدار لديها فيديوهات تواحم فأنا على السبب غير Redering Sentences نقدر أن يكون هناك فقرة تقدر لي معلها الى كانس ملت لكن قام بعملها ترتيب الجمل لقد قدمتها على متصريح مرمد وهذا الجهة ترتيب الموضوع نستطيع الترتيب الترتيب المواضيع وكيفية اختيار الموضوع نذهب للجهة التكست من هذا الجهة أعطوني اثيكس ان بزنس هي واحدة بين جميع شعب ونشرح لكم كل واحدة بالتفصيل ننسي ونسهلوهم عليكم أعطاني هنا اثيكس ان بزنس ومن هذا الجهة أعطاني الحضارات ولم يكن لا يفهم اثيكس لن تفهمهم ومن يجب أن يجب عليك تكستم نذهب للجهة أثيكس ان بزنس نذهب للموضوع التاعي ونرى الكلمات المستطرة ونحبط الاسئلة على الناس يمكنك الترتيب الى حضارات ونقوم الترتيب الى الحضارات يمكنك الترتيب الى حضارات نقوم بإصدارهم عادي بكل سهولة نقدر علامة صحيح على تكس اكسفلويشن جهة سيفيليزيشنز مقدرش نفهم مقدرش نشوف مني حد الأسئلة مني نطقاهم تشوفوا فالس بان ولي ديفيسيل كلمة مستطرفين نص يتولي اللور ما سيت نشوفهم بعينية ملقيتهمش هنا أعرف باللي روبان الموضوع التاعك قبل ما توصل للفقرة روبان بداي بان الموضوع اللي راح تخيره والموضوع اللي لقيت فيه الـ grammar سهل والنص سهل ما تعتمدش غير على الفقرة هي التي تخليك تخيير الموضوع تبعوا ما يملح وشاني نقول لكم تلميض بزا فتحوا في هذا الفخ ورحوا خيروا موضوع خطأ حتى تشافوا فقرة يقدروا يحلوها والكانس بوان لولين ما قدروا يحلو فيهم وانه إذن مور ما نخير نبدأ نميل إلى الموضوع التاعي فيه النص والgrammar نرح للفقرة الفقرة اللي لديها 5 points الفقرة هذية كل شعبة عندها لزينيتي تتاوها كل شعبة عندها فقرة وكيف تكتبوا الفقرة وكيف تركبوا في الفقرة التواكم كل شعبة عندها لزينيتي تتاوها وليس تتاوها هذي الجهة طبيك 1 أعطاني فقرة سهلة وجهة طبيك 2 أعطاني فقرة سهلة كما تحلو الفقرات تقدر تحلوهم بسهولة لكن ما تنساش مملكة تقدر تضمن تلت نقاط لربع نقاط على الفقرة ومن هذي الجهة تلت نقاط لربع نقاط ومشي هما يحدد لك تلت نقاط تلت نقاط ثلاثة على أشرين وتغلط في الباقي ما رحش يسلكك في شهادة الباكرورية في الامتهاء انتع الإنجليزية دير حسابك بللي لازم الموضوع يكون في انسي جام تقدر تخدم فيه كومبلي ماشي في الفقرة وماشي غير في الجرامر ولا ماشي غير في النص سي بورساندر نوصي تلت نقاط لك كلش ووش يجيك سهل تخيره الفقرة مهذه الجهاجة سهلة وهذه كيف تخير الموضوع تخير الموضوع الموضوع تخيره على حساب ووش تقدر تقريبه هنا تقوم بالتقريب يعني بالتقريب شوف بعينك تقدر تشوف الموضوع هذا تقدر تقريبه حتى 14 15 16 17 سهولة 17 في هذا الامتحان وفي هذا تلقى تقدر تقريبه فوق المتوسط لكن لا تستطيع في هذا الامتحان نقول له تقريبه بالطبع ستخير الموضوع الذي تجدك سهل ويجب أن تحل نص ويجب أن تحل الناس ويجب أن تحل بسهولة يكفي الوقت للشعب الأدبي واللغة يعني الشعب الأدبي تقدر تحل في ثلت سوى ونص ويجب أن تكفي الوقت في ساعة ونص وفي السيونتيفيك أيضا تقدر تحل بسهولة ساعة وربع وربع دعوا حسابكم كي تخير الموضوع ويجب أن تخزر في الموضوع الثاني هذا الموضوع يقول لي ما كاشو ونقولوا نهضر غير ما الموضوع تبدأ تحلو تبدأ من الأول وماذا ننصحكم تبدأ بالمسودة ومن بعد فارقة الإجابة تبدأ تكتب بكل سهولة من النص وتبدأ تركوبيه دعوا حسابك باللي لا يوجد شيئا عندما يتحدث عندما يتحدث في الموضوع حاجة مساء سعيبة كي تحل الإنجليزية في البكالوريا أسهل مادة تدي فيها نقاط هي الإنجليزية تبقى تحلو تحتاج إلى تقاط ما يجب عليك تدريكم الدروس تدريكم الفقارات تدريكم النصص تقدروا تحلوهم كامل بسهولة من البكالوريا ويكفينا الوقت نقاط إذا عندما تذهب ترى 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 تشاهد ترى تخيل السهل في ترى تخرج هيا كيف تخيير الموضوع التاعك الانجليزية وان شاء الله مرمى نديرو كامل نصوص نولو نحل المواضع مباشرة وما نعطيكم امتحان في اليوتيوب نعطيكم موضوع تسيو تحلوه انتوما ان شاء الله باش شوفوا اسكوا كواجدين ومراها نديرو التصحيح بارك الله فيكم وان شاء الله فيديوهات قادمة اليومين ولا تلتيام كل يومين نحط لكم فيديو انتوما مادا بنا تشوفوا محتم اخير باش تشوفوا التركيب تاع الدرس لقاس القانون تاعه لساسسوس والذيكسبسيون وثمانين في اخر الفيديو بارك الله فيكم وان شاء الله في الفيديو القادم وابقى الاخير